فأنا هنا بتكلم على comments on the operating point وأنتكلم في الأخير خالص على موضوع مهم اسمه pump cavitation طيب أول ملاحظة ركزوا معي عشان هنا فيه ملاحظات في منتقى الأهمية لو جدت في أفكار في المسائل والحاجة تكون انت aware بيه إيه رعك في السيستم اللي قدامك ده؟ السيستم اللي قدامك ده pumping with gravity line part 1 up hill part 2 down hill يعني إيه؟ يعني انت عندك السيستم ده مكون من جزءين؟ جزء الأولاني فيه pump وبترفع المية لحد التلة وفيه خزان هنا فالجزء الأولاني ده بيسميه up hill والجزء الثاني ده المية بتنزل بال gravity ده بيسميه down hill هنا هنا المقصود بها hill مش جوتو hill الجحيم ولا عزو بالله لا هنا المقصود بها مقصود بها التلة طيب يبقى up hill down hill جميل الكيس دي بتحصل لنا بتحصل كتير جدا زي ما انا قلت لكم قبل كده ممكن يقابلني حاجة زي كده والناس زمائل كل مواخدين مشروع عندهم القصة دي كتير عندك الارض ساعات بتلعب كده وعندك كده نازلة ومش عارف ايه فانت اما تيجي تعمل pumping عايز تعمل pumping وتنق المية من هنا مثلا لحد هنا هتعمل ايه؟ فيه حل بتاع شمشون الجبار لو ايه شمشون الجبار يقول لك انا راجل كبير جدا عندي فلوس اعمل ايه؟ اعمل pump add كده ومشي كده اه ماشي فا ايه اللي حصل بقى لو انت عملت كده؟ شايف انت بتعمل ايه؟ بتضغط الخط رهيب جدا pressure عالي قوي كده انت هدافع فلوس ما لهاش لازمة والليكيس عندك رهيب فالحل عشان نقلي القصة دي نعمل ايه؟ هنعمل الحل ده نروح حطيه دينا خزان كده اعلمه كده وابادل مع pump كل ده اللي انا هعمل ايه؟ انا pump الحدي هنا كده وبعدين بنزل الخزان هندف Astor وبعدين وبعدين الخزان ده انزل بالGravity لحد هنا وبعدينore here اه احط pump ثانية وأهمل ايه؟ واتort رافع كده وانزل هنا بالGravity لحد الخزان ده وبعدين من Gravity للGravity عادي خالص أخبرت بالك؟ يبقى انا وفرت ايه؟ وفرت كل ده كل ده ما كان 유� cono لازمة ما كانش ليه لازمة انا وفرته وانا قللت الضغط على الخط بتاعي وبعدين قللت كمان السي واحد فقللت كتير فالحل اللي احنا شايفين قدامنا ده ممكن نقابله بشكل ايه بشكل متكرر في الحياة العملية دي نقطة تانية ايه النقطة التانية تعالوا معايا كده نشوف المسألة اللي اقلتكم عليها قبل كده بفرض ان انت الوقتي عندك خزان انا رسم الوقتي ده بلان فيو اللي قدامكم ده بلان فيو اللي بيترسم عندك الخزان ايه عايز انقل المية الخزان بي وبعدين عندنا هنا ايه شوية ايه توبوغرافي في هنا تلا كده زي ما انت شايفين ايه دي تلا وبعدين حضرتك بقى عايز ايه عايز تنقل المية من خزان ايه الخزان بي ايه البدائل البدائل انك انت تعمل كده تحط كده وتمشي كده وبعدين عندك التلا دي فتمشي من حواليها وتمشي كده ده بديل أسميه Alt 1. البديل الأول. البديل الثاني ممكن أن نتمشي من ناحية الثانية. ده Alt 2. البديل الثالث إنك تعمل إيه؟ إنك أنت بقى تقول زي ما أنا عامل هنا بقى كده. لا أنا أعمل حاجة تانية أحسن. إيه هي؟ أنا هحط هنا خزان. هحط هنا خزان. وهبومب المياه من هنا لحد هنا. بعدين ننزل بالجرافتي لحد هنا. ده بديل. كل حاجة زي ما قلت لكم لها مزايا وعيوب. مزايا الحل ده إيه؟ إن فيه جزء منه اسمه Down Heal. Down Heal إنت مفيش Pump. ده البمب بتاعتك بس وظيفتها Pump المياه من هنا لحد الخزان. مش من هنا لحد الكامل المسافة. فبت Pump المياه الهيد أعلى. وبعد كده بتخليها تنزل بالجرافت. قد يكون ميزة الحل ده إنه هو أقصر شوية في الطول. ممكن تكون فيه مزايا أنها بتقلل الضغطة عند الخط على الخط. فبالتالي C واحد ممكن تكونها تقل. وهكذا. ميزة البديل رقم واحد. ميزة البديل رقم واحد ما فيهوش خزان. البديل ده فيه خزان يعني لازم تدخل برضو تكلفة هذا الخزان ونزع الملكية بتاعت هذا الجزء. والخزان ده برضو ممكن يكون عنده حارس عشان يحمي المكان ده لأنه ممكن حد يتعرض له بعملية إرهابية أو يحط في المهم ولا حاجة في المياه. فلازم يبقى المنطقة protected. ميزة الحل البديل رقم واحد إنه ما فيهوش هيدك بتاع خزان. وجود خزان إضافي معناها احتمال حدوث تلوث تمالي. تلوث هنا مش مقصود به التلوث اللي هو عن عمد. لا التلوث نتيجة للإهمال. نتيجة للإهمال. فكتر وجود خزانات قد تكون الخزانات مرتع لإحتمال حدوث ملوثات أو تلوث. فكل حاجة لها مزايا وعيوب. فأنت كمهندس بقى مهم جدا جدا جدا. رقم واحد إنك تدرك وجود البدائل. يعني بنلاقي فيه مهندسين مش قادر أصلا يتصور إنه عايكون قدامه بدائل مختلفة. يبقى همية البديل إيه أو البدائل إيه يا شباب إنه هو بيديك للحركة. بيديك إنك بتشوف المختلفة بتاعت التصميم بتاعتك. بعد كده إنت تبص بقى تعد بحلق وتبص وتشوف آني البديل ده أحسن ولا ده أحسن ولا ده أحسن. تملم يكون عندك بدائل للاختيار أفضل بكتير جدا من يكون عندك إيه وان سينجل سولوشن وخلاص. إنت بتفكر في اتجاه واحد وخلاص. طيب خلونا إحنا الوقت نفكر في مين بقى. لو أنا فرط سوف أختار أو أعيز أعمل أناليسة للحل ده. اللي هو ايه؟ وبعدين أن ننزل الميا بالجرافتي داونهيل. لو أنا هعمل كده هيبقى الشكل اللي أنت شايفه قدامك. تعال نشوف الحل بتاعه وبقى أو كومنتس عليه. أنا هقسم المسألة دي الجزء ايه؟ الجزء اللي أولين سأسميه أو أبهيل. يبقى الجزء الأولين زي ما اتفقنا اسمه ايه؟ أبهيل. الجزء الثاني هاي يبقى يهو ايه؟ تعال نشوف الأبهيل القولي.кивل هو هنا السهولة قال بفردي يا سيدي أن تفقنا الخط دة هو نفسه له وبالج sightele بتاع الخط دة هو نفسه ضياء بتاع الخط دة.جب لي يمكنك التحقيق اللي ماشية هنا. بتاعت الفرع الأبهل. وجب لي الكيو اللي ماشية هنا. بتاعت الفرع اللي هو داونهيل. قاعدني. without meaning بتاع الطومب دي. اهو. ده الكيرف بتاع الطومب. فأنت عشان تجيب الكيو اللي ماشى في الخط بتاع الابهل خصوص ان هو داك اللينس والديامتر. ها? عايز تجيب الكيو. فهنعمل ايه? هتروح راسم على نفس البتاع دي. يبقى تعال ان ناسم. ازاي راسم لازم الاول اجيب الاتش استاتيك. فالاتش استاتيك زي ما انت شايفها هو. اتش استاتيك كان بقى. ما تقول ليش انا بقى من ايه لحد سي. لأ. انت الوقت هتبقى من ايه لحد بي. يبقى الاتش استاتيك تعريفها ايه? دي الاتش استاتيك. ها. تاني. تعريفها ايه? دياليوري ناسbak شكل. يبقى كام خمسين؟ ناقص ديرو. يبقى الأيikes استاتيك بتاعتي هتطلع خمسين متر. يبقى انا عرفت اتجيب الأيा 듣ش استاتيك خلاص ارسم السيستم الكيرف بقى. يبقى هتيجي هنا وتقع هせてكم خمسين وترسم الايه? السيستم كيرف Creating وهذه رسمنا السيستم كيرف التاعي. السيستم كيرف بقى قطع في نقطة دي هي مين الوبراتنج بوينت? دي هي هتديني مين بقى? هتديني الكيو اللي ماشي في انهي. اللي ماشي في الاب هيل برانش. دي بددتني الكيو اي بي. يعني كيو من خزان اي للخزان بي. الكيو اللي ماشي في الخط ده. دي كيو اي بي. اللي دخل الخزان. جميل. لما انا جاوبت على سؤال الاولاني. كيو اي بي اهي. عايز اجيب الكيو بي سي. بتاعت زي يجبها. يبقى عندنا هنا ايه الخزانة اهو? معروف الخزان ده اه خمسين وهنا زيرو تحلها بقى بالطريقة العادية. طبعا ديها تطرى تعمل تفرض مسلا الف بوينت او وان فايف في الاولانية وتجيب الايه. وصحح تجيب الايه الكيو. بعد ما تجيب الف من سوى من جين في الايه التانية. بالطريقة العادية اللي احنا نعمل. في طريقة تانية بقى. انا هاديكم النهاردة الطريقة التانية. الطريقة التانية اللي هي استخدام بتاع السيستم كيرف برضو. يعني انا هحل الوقتي طريقة بالطريقة الاخرى. ايه الطريقة الاخرى? طريقة استخدام السيستم كيرف برضو. سوف نحلها ازاي. بص بقى معايا. لو انا قلت لك ان عندي هنا واجب لي الكيو هنا. اللي ماشي هنا. كنت هتقول لي ايه? كنت هتقول لي اول حاجة حدد لي الاتش استاتيك. طيب اتش استاتيك هنا بكام? اتش استاتيك هنا بكام? اه في الخط ده. اتش استاتيك هنا من الديليفري ناقص الساكشن. يبقى زيرو ناقص الخمسين. يبقى اتش استاتيك هنا مينس خمسين. ليه? لان الجرافج هنا بتساعدك في الايه في الحركة? مازبوط كده. يبقى اتش استاتيك هنا مينس خمسين. يبقى لو انا كنت عايز ارسم السيستم كيرف. اعمل ايه? ارسم السيستم كيرف. يبقى انزل من تحت مينوس خمسين. واروح معلق السيستم كيرف بتاعي. واروح معلق السيستم كيرف بتاعي. اعلق كده السيستم كيرف بتاعي. وعدين اشوف بقى ايه? انا هقطع بقى الترومبا في نقطة. يبقى هي دي الايه? الوبريتنج بوينت. صح او لا? صح. ده لو كان في حالة وجود ايه ترومبا. طب ركز معايا في اللي جاي بقى ده. طب انا بقول لك مفيش ترومبا. مفيش ترومبا. لو مفيش ترومبا. يعني معناها الهد بتاع ترومبا كام? مفيش ترومبا يعني زي بالزبط فيه ترومبا بس الهد بتاعها بصفر. ركز معايا في اللي انا بقوله. تاني. مفيش ترومبا. مفيش ترومبا. تساوي بالزبط وجود ترومبا. ترومبا موجودة. بهد. بيساوي صفر. صح او لا? لأ. صح. والهد بيساوي صفر ده في جميع الفاليز بتاعت الكيو. صح ولا لأ? صح. طيب يعني معناها ايه? يعني معناها الخط ده. اللي ما فوجهوش طنبة. ما فوجهوش طنبة. لو رسمت له السيستم كيرف. وقطعت السيستم كيرف مع الخط محور الاصل. اللي هو بيقول ايه? اتش بيساوي صفر اتش بيساوي صفر اتش بيساوي صفر عند كل الكيوز. يبقى اتخاطع السيستم كيرف مع الخط ده. ده يديني مين؟ يديني الكيو اللي هتمشي في الжеافتي لائن. اه يبقى كلام ده في منتهى الأهمية. يبقى ثاني. في حالة الجرافيتي لائن. الحالة الجرافيتي لائن. اللي هو الاولاني خالف. انا ممكن احل له بالكنسبت بتاع السيستم كيرف برضه. بس في الحالة دي هعمل ايه? هقطع السيستم كيرف مع محور الاصل. المحور الاصل اللي انا بسميه في الحالة دي. بسميه النو بومب كيرف. ما ايه هو النو بومب كيرف? اللي هو الكيرف اللي عنده اتش بومب كان بصفر. يعني مفيش كيرف اللي الطومب. مفيش طومب اصلا. اخدين باكو. فالسيستم بتاع السيستم كيرف والبومب كيرف ينفع مع حالة وجود الطومبات وينفع كمان اطبقه في حالة عدم وجود الطومبات. يبقى انا بديكم جنرال سولوشن. حل العام. يمكن تطبيقه في الابليكيشنز بتاعت وجود الطومبات والابليكيشنز بتاعت عدم وجود الطومبات. جميل لو انت فهمت الكونسيب ده ده حلو جدا كده. يبقى تعال بقى نركز شوية على اللي احنا عايزين نقول. يبقى من الشكل انت شفته ده ايه? في خط الصعود الكيو اللي هتمشي هي اسمها كيو اي بي وقيمتها على الرسمة هي القيمة دي. القيمة دي قيمتها على الرسم. طب خط الهبوط. الدسشارج اللي هتمشي كيو بي سي. كيو بي سي. وقيمتها على الرسمة هي. تقاطع مع اللي هو محور الاصل. يديني كيو بتاعتي. جميل. ايه رائق بقى? تعال نشوف الخزان ده. الخزان ده داخله كيو اي بي. خارج منه. اه? كيو بي سي. اه? من الكبير? اللي داخل ولا اللي خارج? اللي خارج هو اكبر. يبقى الخزان ده هيحصل له ايه? على طول هيفضى. على طول هيفضى ليه؟ لان الخروج اكتر من الدخول. يعني السابلاي بتاعه اقل من الديماند. المية اللي بتدخل اقل من المية اللي بتخرج. او المية اللي بتخرج اكتر من المية اللي بتدخل. فبالتالي الخزان ده كل ما تحطه في مياه هيفضع على طول. صح? احنا منيجي نصمم خزانات يا شباب. اما تيجي تصمم خزانات يفضل ان اللي داخل يكون قد الخارج. عشان يبقى عندنا الخزان على طول ايه في مياه? دي من الحاجات اللي احنا بنفضلها. ان ما يحصلش تخزين. يبقى الخزان على طول عنده بها الشكل. واحد يقول لي طبو ما انت سايبه ليه? يعني ايه فايدة الخزان? لا انا بحط بقى الخزان التخزين ده للطوارئ. للطوارئ. اما مسلا دي قفلت خلاص. ها? فيبقى عندي كمية مياه بقى استخدمها لمدة ساعتين تلاتة يعني يفيدوني. واخدين باكوا ده غرض من الخزان. انما في الحالة العامة اللي هي ما فيش مشاكل فيها مش حالة الطوارئ. المفروض اللي داخل يكون قد الخارج. جميل. طب سؤال بقى بيطرح نفسك. اما اجي اصمم انا عايز اخلي اللي داخل قد الخارج. يعني عايز اخلي قد قد دي. ايه رأيك? ايه هي الحاجات اللي انت عايز تعملها عشان تعمل القصة دي. يعني كائنك في الرسم ده عايز تخلي النقطة دي. تم طابق على النقطة دي. فعندك حل من اثنين. اما تزود وتخليها تروح هنا. او تقلل وتوديها هنا. هو دول اللي حالين اللي عندك. صحيح ولا لا? اما تزود القليل تخليه الكبير او تخلي الكبير يقل للصغير. دول البديلين اللي عندك. في بديل فيهم سهل جدا. ايه هو بديل السهل? من الكبير? خلاص نعمل ايه? نروح عطين محبس. نعط المحبس ونعمل ايه? عامل حج? ونقفل شوية. طب لو انت قفلت المحبس فاكرين المحبس ان اقول له احنا قلنا المحبس بتعمل ايه? بتعمل ايه في السيستم كيرف? محبس في السيستم كيرف بتعمل ايه? بتخلي السيستم كيرف ايه يرد كده? صح? قلنا بتخلي السيستم يرد كده. فكي ان العوامل التي تؤثر على السيستم كيرف اخرنا في اول الايه. اما دخلنا في موضوع الايه. جميل. يبقى انت بقى تعمل ايه حط المحبس. والمحبس ده يعمل ايه? يزود السيستم كيرف او يخليه ستيبر شوية كده. فبالتالي هيخلي تقاطع السيستم كيرف الجديد مع النوم بمب كيرف. عندي نفس النقطة بالزبط اللي هي مين? نقطة بتاعة الخط بتاع الخط الصعود. يبقى انت كده زبطت الدنيا. يبقى كيول اللي دخلها قد كيول خارجها وما فيش مشاكل خاطر. وواضح يا شباب? يبقى دي ملاحظات مهمة جدا على موضوع ايه بنتعامل ايه? بنتعامل معه. حد عنده سؤال? دكتور لازم نجيب قيمة الكيه حتى بالمحبس. اه طبعا لازم تجيب قيمة الكيه طبعا بتاعة المحبس بالتصميم. هل اه حد ممكن يقول لي في بديل تاني غير المحبس? هل كنا ممكن نعمل حاجة تانية غير المحبس? نزود البمب دكتور يعني غير البمب. اه بس في بقى جيل اسهل من كده. هو ارخص كمان. ايه رأيك? نعمل ايه في الديامتر ده? نزغره دكتور. نصغره بالظبط كده. نصغره. نصغره شوية. نقدر نصغره شوية. او ندور على مصورة لها نفس الديامتر بس الرفنس بتاعها اعلى. واضح الوضح الكلام? رفنس بتاعها اعلى. وكزا. طب واحد يقول لي طيب افرد انا لأ. افرد انا كانت كيو اللي ماشي هنا عجباني. اه اسف الكيو اللي النازلة هنا هي العجباني. انا عايز ازود الكيو دي. عايز ازود الكيو دي. فاكرين احنا عملنا ايه؟ احنا الكبير خليناه ننزل للقليل. لو انا كنت عايز القليل يطلع للكبير. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ازود دي. ازاي زود دي. يبقى عشان الزود دي انا محتاج اعمل ايه? محتاج اخلي كده محتاج اخلي السيستم كيرف الاولاني بقى ايه? يبقى مورف لاتر. ازاي خليه مورف لاتر? انا اعمل ايه? اه? اه تتكبر الديانتر ده. الله ينوع عليك. تتكبر الديانتر ده. او تدور على بتاعها ايه? اقل. اه يبقى في بدائل كتير اقوي. انت كمهندس بقى المفروض ايه الحاجات دي كلها تتفتح قدامك. وتعرف انك انت عندك اه تقدر تعمل كده وكده. تعمل المهندس بيكون عنده بدائل كتير يبقى بيحس ان يبقى الحرية كده. ان هو يقدر يفكر. يجيب بقى ايه? حلول ايه? تناسب المشاكل المختلفة اللي ممكن يتعرض لها في الايه? في الموقع او في الايه? المسألة التصميم بتاعك.